قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق زعيم حزب إسرائيل ديموكراتي تعتذاره للمواطنين العرب في إسرائيل وأسر القتل الذين سقطوا خلال أحداث هبة أكتوبر من العام الفين وأقل براك الذي وقعت أحداث أكتوبر خلال ولايته إنه لا يعقل أن تقتل الشرطة مواطنين أيًا كانوا وكان المواطنون العرب في إسرائيل قد خرجوا في مسيرات وتظاهرات لدعم الفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية ما أدى إلى مواجهات استخدمت أو استخدمت فيها القوات الإسرائيلية الرصاصة الحية أتحمل حقاً المسؤولية عن كل ما حدث إلى الأسوأ وإلى الأفضل خلال فترة ولايتي كرئيس للوزراء بما في ذلك الأحداث التي قتل فيها في أكتوبر 2012 مواطناً إسرائيلياً وعربياً وأيضاً فلسطينيين آخرين في غزة أقول لك وأكرر اليوم وأقول بألم حقيقي إنه لا يوجد موقف يقتل فيه المتظاهرون على أيدي قوات الأمن وشرطة إسرائيل على أيدي قوات بلدهم بالطبع لقد تحملت المسؤولية واعتذرت اليوم وأيضاً في الماضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر